معاي وزيرة التقراطة مغردان ديالي مصرحة مغردان المسرحة مغردان المسرحة المسرحة العرر بيحتفل في الـ 25 اليوبيل الفضلي تسلم سيد البلاد التقاليد الدستورية فنحن سعيدين بهذا التظاهر في سنة 2024 لتواكب اليوبيل الفضلي وأيضا عيد بيلاد سمو الأمير المحبوب فلا يمكن الفن يكون وبعيد عن رسالتنا ورفضنا القاطع لكل السليب الإرهاب بالعالم هو المسرح أدان لضالية وليس ترفيه المسرح هو يلقى رسالة الموت ويلقى الرسالة القتل إلى العالم المسرح الأر بسرح منتزم بدون أدنى شك يعني يقدم مسرح دائما فيه جمال فيه عبداء فيه حركة مسرحية استثنائية يقدم حراك هناك حراك مسرحي هناك دائما فيه تطوير بالتقنيات حضور العربي جميل جميل مبكران حال العالم العربي مسرحية الافتتاح كانت في منتهى التمييز على مستوى العمل والإعداد والإخراج والتمثيل طبعا من أهم ممثلات العردن والعالم العربي والإبداع الحركي اللي كان فيه الكوريوغراف والموسيقى استثنائينا في اليوم واضح أن لدينا حركة مسرحية ناضجة بكل ما تعني هذه الكلمة من معنا يعني الحقيقة الأردن ساحة زاثرة لكل مشاهد الثقافة والفلول صحيح أن هناك الأمة تتعرض لهجمها مجيئة شرسة إلا أن المسرح شكل من أشكال النظام ولابد من أنه يعني يستمر المسرح يستمر عمود التعمير وعمود الثقافة يعني أنت بحاجة لتدعم أي موقف لجار أو للأهل أنت بحاجة لأردن قوي حتى يعني الدعم لفلسطين نحن بحاجة لأردن قوي حتى نستطيع أن ندعم فلسطين والمسرح هو صورة المجتمع يعني إذا لم يعبر عن قضايا المجتمع وعن ما يفتث فيه من مشاكل وإشكاليات مستمرة يصبح بلا قيمة لأن المسرح معروف أنه من الناس وإلى الناس وبالتالي أي مسرح يتوجب عليه أن يتابع ويعرض كل ما ينتاب الناس من مشاكل مستمرة للفن بشكل عام أهمية كبرى داخل المجتمعات داخل التقافات والمسرح له أهمية كبيرة داخل الوطن العربي وفي العالم المسرح المجال أو الفضاء أو الفن الأكثر تعبيرا من غيره على كل هموم المجتمع وأهم القضايا التي تمس المجتمع المحني والمجتمع العالم لا شك أن فنون الأداء والمسرح من بينها هو خير من يقوم بأدوار في هذه الأوقات بالقة التعفيد وضع في الفلسطين ووضع الموسل في السودان كان لما تنتقل نحاكي بعضنا في صناعة الأزمات لكن فنون المسرح وكل الفنون الأدائية تستطيع أن تعبر بسطط عن أشواجنا أشواج الأمة كلها للسلام والتنمية وللعمل الصادق أعتقد اليوم وظيفتنا ليست جمالية فقط يعني من زمان انتهينا من الوظيفة الجمالية وأصبحت وظيفتنا أن نكون مرآة لبلادنا سواء المحلية أو العربية واليوم كل فنان مطالب أن يكون عندنا موقف سواء بالتصريح الفعلي أو عبر عروض المسرح هو الحياة والمسرح يترجم عليه كل التحديات وكل الحزن وكل الوجع وكل الألم وكل الفرح اللي ممكن يصادف الإنسان يترجم على المسرح فالمسرح هو الحياة واستمرار هذه الحالة أمر واجب حتى يظل الإحساس بالآخر موجود من خلال الأعمال من خلال التذكر حتى من خلال الإشارة لهذا الوجع الكبير اللي بداخلنا مسرح الحر هو بيتي ثاني فأجمل شيء أن تكرم في بيتك وهذا الفرحة يعني أعتقد فيش واحد تحس فيها إلا اللي بكون فيها فأنا لما يعني صار موضوع تكريمي كانت فرحة عارمة افتتاح المسرح الحر كان افتتاح عظيم كبير كان افتتاح هي رسالة إلى طبعا الأهل بالأردن ورسالة إلى أهلنا بفلسطين نحن معكم نهاية المرة في اختلاف بسيط بمهرجان ليالي المسرح الحر الشبابي اللي هو أصبح دوليا لدينا مجموعة عروض شبابية أردنية وعرض إماراتي تعيدين جدا أنه يكون المسار الشبابي صار دولي